قبل ما ابدأ فيديو النهاردة حابب اشكركم جميعا اشكر كل المتابعين على التفاعل اللي حصل على الفيديو اللي فات اللي كنت بتكلم عنه في موضوع الفقاعة حصل فيه تفاعل كتير وناس حطت رأيها ودي حاجة صحية جدا وحاجة جميلة جدا وانا سعيد بيها ان اللي عنده رأي يقوله طالما في حدود الاحترام وبدون مزايدات يقول رأيه حتى لو الحكومة مش هتسمعه على الاقل اللي احنا بنسمعه وممكن كلنا نستفيد ونتثقف عقاريا وده الهدف الحقيقي والرئيسي للقناة ان كل الناس المهتمة بالمجال يبقى عندها ثقافة عقارية فاشكركم مرة تانية على التفاعل وخليكم مستمرين دايما وما تنسوش طبعا دعم القناة بالاشتراك واللايك والشير الحاجات دي طبعا بتشجعنا على الاستمرار مش عايز اطول اكتر من كده خلونا نشوف موضوع فيديو النهاردة ونتكلم فيه وهو موضوع ازاي تقيم عقارك لما تيجي تبيعه خليك معايا فيديو مهم جدا بالنسبة لك ويريد تتفرج على الفيديو كله انا اشرف علام واهلا بيكم في المخبر العقاري طبيعي جدا انك تكون جاهل تماما في حتة التقييم دي ده مش عيب مش مطلوب منك انك تبقى فاهم السوق وانت راجل بتبيع خصوصا انك انت اول مرة اشتريت دي اول مرة تشتري فيها عقار واول مرة بتبيع فطبيعي انت مش فاهم ولا فده ولا فده فعلشان كده انا هحاول ساعدك على قد ما اقدر طبعا وعلى قد وقت الفيديو ما يسمح اللي خلاني كمان اعمل الفيديو ده ان انا بتابع صفحات على الفيسبوك وبتابع جروبات بتابع حاجات كتير مختصة بالعقارات بلاقي ناس بتسأل السؤال ده ابيع بكام خصوصا الناس اللي شرية تحت الانشاء احنا نتكلم النهاردة في الحتة بتاعت تحت الانشاء دي اللي هو مشاريع انا ما استلمتهاش لسه لكن في نص الطريق كده عايز ابيع لكن المشكلة كمان اني بشوف ردود من ناس مختصة في المجال ردود الحقيقة ما تساعدش اكتر ما تلخبط ردود مثلا من نوعية انك علشان تبيع عقارك وتقيمه لازم تشوف موقع الوحدة نسبة التميز بتاعت الوحدة اسم المطور امكانيات المشروع موقع المشروع لكن مفيش ولا حد شفته بيرد رد منطقي ايه هو بقى الرد المنطقي الرد المنطقي طبعا في اي سوق في العالم انت بتحاول تبيع فيه لازم تشوف فيه طلب اساسا ولا مفيش سوق العقارات هو عبارة عن عرض وطلب قبل اي حاجة في الدنيا قبل ما تشوف اي حاجة من اللي حنتكلم فيه لازم اعرف هل السوق ده العرض وطلب حصل فيه ايه ايه الاعلى من الثاني فيه حاجتين مهمين في سوق العقارات بايرز ماركت يعني سوق المشترين وفيه حاجة اسمها سيلرز ماركت يعني سوق البائعين او سوق الملاك فلازم تعرف انت في انهي مرحلة من دول لو الطلب عالي جدا يبقى ده اسمه سوق البائعين السوق بتاع السيلرز يعني هم اللي بيتحكموا في السوق علشان الطلب عالي لكن لو الطلب قال يبقى معنا كده ان اللي حيحط الشروط هو المشتري يبقى اسمه سوق المشتري المشتريين هم اللي بيحددوا السعر مش البائعين البائعين عندهم عقارات كتير او المتاح في المنطقة دي او المدينة دي كتير جدا فطبيعي ان البايع يستنى ان المشتري هو اللي يحدد فده هو اهم حاجة في موضوع بيعك انت النهاردة نفترض عايز تبيع حاجة في العاصمة عايز تخرج مش عايز تبيع هي اسمها خروج من العقد عايز اخرج من العقد اعمل ايه؟ لازم طبعا تفهم ان العاصمة بالذات لو هنتكلم عن العاصمة المشاريع فيها بالمئات ده غير السكني طبعا لكن بنتكلم على الابراج اللي هي فيها الاعداد الكتير دي وهي دي اللي الناس حاليا بتحاول تخرج منها فيه ناس كتير مش قادرة تكمل وبتحاول تخرج لانها دخلت غلط المشكلة انك انت دخلت غلط انت دخلت علشان العائد مش دخلت علشان تستثمر فيه فرق كبير جدا بين الاتنين انك تكون فاهم استثمار وداخل وعارف بتعمل ايه وحتصبر قد ايه وحتدخل وتخرج امتى وفرق انك سماعت بس ان فيه عائد وكأنك راح تحط الفلوس في البنكة بس بنكة حالية هو ده الموضوع بالنسبة لك هايديني كام حيرجع لي كام يلا مين بقى اشتريت من مين مش من مين عنده ايه ما عندوش ايه ففرقتش معاك فانت اليومين دول بتعاني من المشكلة دي او ناس كتير يعني بتعاني من المشكلة دي حاليا وعايزين يخرجوا طيب نرجع للموضوع الموضوع انك تعرف ان فيه كتير جدا مطورين لسه اصلا للموضوع ده طبقا للي بيحصل في السوق بتاع المطورين المطورين اسعارهم كام اه اسعارهم ارتفعت انت اشتريت المتر وليكن بتلاتين الف النهاردة بقى بستين طيب هل ده معناه ان انا اطلب زي المطور طبعا لا ماينفعش لازم اطلب اقل جميل جدا اطلب اقل لقد ايه هنا المشكلة مافيش حاجة اسمها لان انا ما عنديش اي معلومات او اي حاجة اي داتا تساعدني ان ياخد القرار انا ماعرفش السوق بيتكلم في كام اساس مافيش بيع بيحصل ومافيش رصد للموضوع ومافيش معلومات يعني في دبي او في دول اوروبا او امريكا المعلومات متاحة زي ما انت عايز تعرف اخر حاجة تبعت بكام وتعرف كام واحد بيدوره حاليا في السوق ده اللي انت بتبيع فيه او المنطقة دي بتعرف كام واحد حاليا بيدور او بيفكر يشتري حتى دي موجودة ومعلومات متاحة ومجانية لكن في مصر طبعا انت لا يمكن تعرف حاجة زي دي فمش هتعرف تحدد اي سعر في المناطق دي لكنه في اي حامل احوال لازم طبعا يكون اقل من المطور واقل من المطور كتير ليه؟ لان المطور عنده خطة طويلة المطور لسه عنده خطة سبع سنين او عشر سنين لكن حضرتك اشتريت حاجة من ثلاث سنين وخطتك كانت سبع سنين بقى انت فضلك اربعة وغير كده انت عايز تاخد اللي دفعته كله للمقدم والثلاث سنين وعليهم مكسب يعني اللي حيشتري هيتطر يدفع مبلغ كبير يمكن 40-50% من ثمن الوحدة الاصلي غير المكسب اللي انت عايزه وحيبقى فضله عدد سنين اقل لاننا افترض ان انت اشتريت المتر بثلاثين الف وهو دلوقتي عند المطور بستين الف يعني لو حيشتري وحدة مئة متر بستة مليون يبقى حيدفع ستمائة الف لكن عند حضرتك انت عندك المتر كان بثلاثين وحدتك كانت بثلاثة مليون لكن حضرتك عايز كام عايز اكتر من نص تمنها يعني عايز مليون ونص غير مكسبك لو خدت عشرة في المية بس من ايمتها الكاملة تلتمائة الف يبقى هو مفروض يدفع لك مفروض يدفع لك مليون وتمنمائة الف علشان يحل محلك فطبعا ده مبلغ كبير هتلاقي ناس كتير جدا مش هيفرق معاها سعر المتر قد ما يفرق معاها يدفع كام لازم طبعا تبقى عندك استراتيجية وتفهم وتفكر الراجل اللي بيشتري بيفكر ازاي مش انت بتفكر ازاي لازم تفكر للطرفين الحاجة التانية طبعا ناس تقول لك view والموقع الموضوع مالوش دعوه بview موقع الموضوع مش موضوع view موقع الموضوع انا اشتريتها بكام اساسا ما هو طبيعي اللي بالview هتبقى اغلى واللي ورا مش شايفة view هتبقى ارخص فهو في النهاية انا اشتريتها بكام وحاخد عليها كام وكمان موضوع view ده انا عايز برضه اتكلم فيه وحاجة مهمة جدا لان ناس كتير جدا طبعا بتقول لك كلام فارغ كده على موضوع view موضوع view في المكاتب مالوش اي اعتبارات اللي هيفكر في view بس الشركات الدولية الشركات وتعددة الجنسيات اللي بتيجي تاخد مكتب 300 متر و400 متر و500 متر بتاخد دور كامل دول ممكن يحتاجوا view او ياخدوا احسن view في البورج فالموضوع view ده سيبك منه ما تسمعش الكلام ده وتروح تدفع فلوس علشان view مش علشان view الكلام ده سيبه للشركات الكبيرة تتحمل هي وتدفع وهي بتدور على الحاجات ده عشان البريستيج لكن انت تشتري حاجة زي ده عشان تأجرها مش هتلاقي حد يأجرها لو حاجز غيارة 50-40 متر مش هتلاقي حد يأجرها اللي جاي ياخد الحاجات الصغيرة ده همه الكبير كله هي بكام من الاخر انا عايز ادفع اقل سعر حتى لو هو عايز البرج ده بالذات سيبقى عايز يدفع اقل سعر هناك مش فارق مع view فديه حاجة مهمة لازم تبقى فهمها حاجة مهمة للمفروض تبصيلها كمان وانت بتبيع هو نسبة الانشاءات وصلت لكام المطور ده بنى ولا لسه الارض فاضية لسه الارض فاضية ده ما محدش يشتري منك الناس النهاردة متخوفة ان المواعيد كلها تأخرت انت كنت تشاري من سنتين مثلا وكان مكتوب في عقدك انها ستستلم في 25 طب ما نسه فيش حاجة طلعت يبقى محدش هيضع يشتري منك لان المطور كده تأخر لازم تبقى فهم الحتة دي بالذات هتأثر جدا على قرار اللي بيشتري هتلاقي الناس اللي بتشتري قليلة جدا في المشاريع اللي زي دي بالذات طبعا في موضوع الخروج ان يشتري حاجة منك وانت عايز تخرج من العقد هو اصلا حيكاف فدي حاجة مهمة سمعة المطور طبعا مهمة جدا لكن للأسف 99% تقريبا من المطورين اللي في العاصمة ملهمش خبرات سابقة في المواضيع دي ملهمش اي خبرات سابقة في الابراج بالذات السكني ممكن لكن انا بتكلم على حتة الابراج دي مفيش اي خبرة فانت متقدرش تقول اه نتوقع ان الراجل ده هيعمل حاجة كويسة حيلتزم مش حيلتزم مفيش اي توقعات فدي طبعا هتأثر على الاسعار حاجة تانية مهمة هي شروط العقب حضرتك وانت بتشتري اشتريت من ثلاث سنين لسه ما كانش حد يعرف موضوع العقود والخبايا اللي موجودة في العقود والمشاكل اللي حصلت من المطورين اليومين اللي فاتوا دول بانهم بيطلبوا فلوس زيادة والاسعار بتزيد وبيطلبوا اكتر من اللي مكتوب في العقد فالمشاكل اللي بتادي تظهر دي هتخلي اي حد يشتري حاليا هيمسك العقد يفصصه هياخد العقد يشوفه الاول مش زي ما انت عملت انت غلط خلاص ماناش دعوة اللي داخل جديد مش هيغلط غوططك هياخد العقد ويمكن يوديه لمحامي ويتأكد الف مرة قبل ما يشتري فده طبعا هيخلي الوقت يطول ويخلي الاسعار برضو تقل يخلي الناس تبقى مش عايزة تشتري فانت تضطر تنزل بسعرك الحاجة التانية والمهمة اللي برضو تبقى عارفها علشان لو حبيت تبيع بعد الاستلام بعد ما العاصمة تجهز ومعظم المشروعات تطلع وتبتدي الناس تبيع هتلاقي عادة في اي سوق في العالم فيه تلات اسعار ايه هم بقى الثلاث اسعار دول اول سعر هو السعر اللي موجود في الاعلانات اللي هو بيتسمى السعر بتاع الاعلانات ده سعر السعر التاني هو سعر التنفيذ السعر اللي بيتنفس به البيع ممكن تلاقي ناس كلها بتتكلم مثلا في حاجة مشابهة تمنها وليكن مليون لكن سعة التنفيذ التنفيذ بيحصل بأقل 15% 20% 800 الف 850 الف البيع بيتراوح في النسب دي السعر التالت بقى هو سعر حضرتك سعر البايع اللي هو ايه بقى اللي هو البايع اللي داخل جديد يبيع البايع اللي داخل جديد يبيع بيفتح يشوف الاعلانات يلاقي الناس كلها كتبة مليون ما يعرفش طبعا انها بتشتري بـ 850 و 8900 هو ده بالنسبة له هو ده السعر فيقول لنفسه زي ما قلت في الفيديو اللي فات قانون اشمعنا اشمعنا كله حطة الاسعار دي لا ده انا كمان وحدتي مميزة انا حط بقى سعر اكتر انا حطلب مليون ونص الاسعار الاساسية فيه سعر الرابع بقى والسعر ده قليل وانا كنت برضو اتكلمت عنه في فيديو قبل كده بس ده ما بيحصلش كتير ايه هو بقى السعر الرابع سعر البيع الاضطراري يعني سعر واحد مضطر يبيع عايز فلوس باي طريقة او عايز يخرج من العقد بتاعه باي طريقة او حتى بيعمل اعادة بيع في حاجة جهزة عنده فيلا جهزة بقى لعشر سنين وبيباع ده بيحصل في كل الاسواق لكنه مضطر عايز كاش عايز فلوس بسرعة فالناس كلها حتى مليون وفيناس حتى مليون ونص هو ممكن يحط 800 او حتى 700 فالراجل ده لما بيحط المبلغ ده بيبوز السوق لفترة معينة يعني مثلا نفترض ان فيه الف وحدة متاحة للبيع في المنطقة دي حاليا يلاقي منهم مثلا في حدود يمكن 5% 3% 3051 واحد مضطرين يبيعوا بالاسعار دي فتلاقي الناس اللي عايزة تشتري بتفتح تتفرج على الاسعار على المواقع اللي فيها اسعار العقارات دي يلاقوا مليون ومليون ونص ويلاقوا 700 ألف او 800 ألف فطبعا ده بالنسبة له يبقى هو ده سعر السوق بالنسبة للمشتري يبقى هو ده سعر السوق فيعمل ايه يروح يتكلم على الوحدات اللي هي بتتباع بمليون ويقول للوسيط العقار اللي عامل اعلان انا شاي فقتها ب800 ألف ازاي ان تحطنها بمليون فده كمان بيأثر على السوق جامد جدا والناس تفتكر ان ده فعلا سعر السوق فيه ملاك بيضطروا ينزلوا غصب عنهم بسبب الاعلانات اللي عامل السعر اللي اقل من المنطقي ده واقل من الطبيعي او ان الناس تحجم عن البيع لغاية لما 3040 واحد دول يخلصوا ويبيعوا الحاجات بتاعتهم دي والسوق يرجع للطبيعي السوق بيبوز بسبب الناس دي وما تعرفش تعمل لهم حاجة فالأربع أسعار دول هم دول السوق العقاري في أي حتة في العالم في الآخر الموضوع متوقف على ايه على العرض والطلب طبعا كالعادة الموضوع ياخد اكتر من كده بكتير ومحتاج شرح اكتر من كده بكتير لكن على قد ما اقدر بحاول اختصر علشان وقت الفيديو وفي آخر الفيديو افكرك لو انت محتاج مني استشارة مجانية سواء عن العقارات مصر او عقارات دبي تقدر ترسلني على الايميل اللي موجود قدامك ده انا بقدم استشارات مجانية وكمان استشارات مدفوعة لو انت حابب نعمل مقابلة اونلاين اساعدك فيها في انك تتخذ القرار الصحيح في الشراء وفي الاستثمار ولو انت اول مرة بتشوف القناة بتاعتي انا قناتي مهتمة بالعقارات طبعا فتقدر تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد وممكن كمان تشترك في قنوات التواصل الاجتماعي بتاعتي كلها موجودة تحت الفيديو بعمل فيها بسطات مهمة جدا بشكل دوري تقدر تتابعني كمان عليها وياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل شراء على قد ما تقدر عشان كل يستفيد واشوفكم الفيديو الجاي